السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعز ما شاهدين قناتك ونلاين أهلاً ومرحباً بكم في الدرس جديد يارب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايماً بإذن الله إن شاء الله النهاردة جماعة هنتكلم عن مشكلة بتواجه الناس كتير أثناء تشغيل بيس ستة طبعاً المشكلة اللي احنا هنتكلم عنها هي The game is not properly installed يعني لم يتم تثبيت اللعبة بشكل صحيح وأول ما تضغط على ملف ملف التشغيل بتصهر لك الرسالة اللي واضحة جدامك على الشاشة اللي هي The game is not properly installed طبعاً الحل بسيط جداً جداً طبعاً احنا دلوقتي بيس ستة طبعاً الملفات اللي موجودة في اللعبة زي ما انت شايفين ملف الستوب ملف الستنج ملف الفيكس اللي هو التصليح وايكوني التشغيل اللعبة طبعاً أول ما بتفتح أو أول ما تفك الضغط عن اللعبة انت على طول بتتوجه الستوب وبتضغط عليها double click وبعد كده تضغط على yes yes وبعد كده اوكي وطبعاً مش بتنجح معاك الطريقة لما تيجي تشغل اللعبة طبعاً الطريقة سهلة وبسيطة كل اللي عليك انك دلوقتي هتضغط على الرابط هتضغط على الرابط اللي موجود أسفل الفيديو في الدسكريبشن طبعاً نحط لك الرابط دا لشان تحمل الملف اللي انت من خلاله هتقدر تشغل اللعبة طبعاً وغالباً بتكون مثلاً 64 بيت الويندوز بتاعك ومش بتشتغل لا في الحقيقة انا حلت المشكلة وهي system type 64 بيت وشغلت اللعبة بطريقة سهلة وبسيطة تعال ندخل على الرابط هتضغط على الرابط تمام اللي هو موجود أسفل الفيديو في الدسكريبشن تمام هيدخلك على موقع ميجا طبعاً انا برفع الملفات بتاعتي كلها على موقع ميجا وبحطيلك الرابط مباشر أسفل الفيديو في الدسكريبشن تمام دلوقتي انت تضغط على download وطبعاً هتحمل الملف ده هيكون ملف مضغوط برار تمام بعد ما تحمل الملف هتروح لي مكان تحميل الملف تمام وتعمله استخراج هنا تمام وناخد الملف الصغير اللي هو خاص بالرجستري طبعاً الملف ده غني عن الستوب اللي موجود في اللعبة طبعاً هو هيؤدي الغرض بداله كل اللي عليك انك هتاخده copy او تحطه تنقله لمكان او في موقع ملف اللعبة تمام زي ما تشايفين استوب ده مش هنفتحه اصلاً احنا كل اللي علينا اننا هنستخدم الملف الرجستري اللي هو حاملناه دابل كليك عليه بعد كده yes بعد كده yes مرة تانية بعد كده اوكي جرب اعمل افتح دابل كليك هتلاقي الستينج معاك اشتغلت بكل بساطة وكل سهولة دلوقتي تضغط على ملف ايكونة اللعبة هتلاقي اللعبة اشتغلت معاك بكل بساطة وبدون اي مشاكل طبعاً ده كان الحل بتاع المشكلة دي اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم ما تبخلوش علينا باشتراك في القناة لايك للفيديو لان بيحمسني جداً علشان اقدر استمر معاكم وانزل لكم مزيد من الفيديوهات اللي هتفيدكم بإذن الله وتعمل مشاركة مع اصدقائك علشان يستفيدوا هم كمان ويحلوا المشكلة لو كانت موجودة عندهم وكده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته